اقر رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ان اقتصاد بلاده واجه صعوبات رغم عودته لنمو في نهاية العام الماضي يأتي هذا بينما توقعت المفواضية الاوروبية عودة اقتصاد منطقة اليورو والاتحاد الاوروبي الى النمو بمعدلات ضئيلة خلال العام الحالي يثير الوضع المالي المتؤزم لليونان واسبانيا والبرتغال وارلندا اشكالية فنية مهمة حول الاليات التي ينبغي ان تعمل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على اساسها ويقول الخبراء انه يفترض ان تلتزم الدول الاعضاء في الاتحاد النقدي باتباع سياسة نقدية موحدة بينما ليس لديها الالتزام نفسه فيما يتعلق بسياساتها المالية المحلية ويشير المراقبون الى ان الاوضاع المالية لدول الاربع متوافقة مع معايير الانضمام الى العملة الاوروبية الموحدة عند الانضمام الى منطقة اليورو غير ان التجربة الحالية تثبت ان استفاء معايير التقارب المالية عند الدخول في الاتحاد النقدي لا يضمن استدامة هذه المعايير في الاجل الطويل ونتيجة لذلك يتصعد قلق المثثمرين الدوليين يوما بعد يوم من المستويات المرتفعة لعجز الميزانية لبعض دول الاتحاد ومنها اليونان بطبيعة الحال حيث انقفض معدل النمو في منطقة اليورو التي تضم 16 الدولة الى 1 من 10% فقط واذا تم اثثناء فرنسا حيث بلغ معدل النمو فيها في الربع الرابع 6 من 10% فان معدل النمو لمنطقة اليورو يصبح سالبا وباندلاع ازمة الديون اليونانية بلغت الامور ذرواتها في منطقة اليورو واذا عجزت البلدان الاعضاء عن اتخاذ الخطوات التالية الى الامام فقد ينهار اليورو بكل ما يجتمل عليه ذلك من عواقب وخيمة بالنسبة للاتحاد الاوروبي ولا شك ان عجز الحساب الجاري الحالي لدى اليونان الذي بلغ 14% من الناتج المحلي الاجمالي يعد الاضخم في منطقة اليورو بعد نظيره القبروسي وبحلول نهاية عام 2009 كانت نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي قد توقفت عند 113%